تحية طيبة تحية عراقية وسلام المسيح معكم واهلا وسهلا بكم ويانا بهذا التأمل. اليوم نعمة الرب سنقرأ من سفر ملوك الثاني وصحاح ستة من العدد الخمستعاش والعدد والموضوع هو اللي معاك أقوى من اللي معاهم مكتوب بالآيات اللي ذكرتها فبكر جحيزي اللي هو كان خادم هذا النبي خادم رجل الله وقام وخرج وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات فقال غلامه له آهن يا سيد كيف نعمل فقال النبي أليشع كان لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم والعدد السباطعاش بيكمل ويقول وصلى أليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر ففتح الرب عيني الغلام فأبصره وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع الأحداث تتكلم عن شن حرب ضد رجل الله النبي أليشع وكيف خادمة جحيزي تنفتح بصيرته الروحية وده يشوف ويتأكد أن الذي معه أكثر وأكبر من اللي وهي عداء يمكن أنت محاط هاليوم بأعداء ويمكن مظهرهم الخارجي وعددهم يبين مخوف وخطر تذكر أن قوة الله وسيطرتها أكبر وأكثر من اللي معه أعدائك تعودنا نقيس الأمور على أساس اللي دنشوفها بعيون الجسدية محتاجين عيون روحية ونشوف بيها عمل ربنا ونعمل نفس العمال أشجعك تطلب اليوم من ربنا يعطيك فعلا عيون روحية أنا من تقدر تشوف حمايتها وعمل الله إلك واذكر اللي معاك دائما أكبر من اللي معاهم صليها الصلاة وإياي باختصار لكن صليها بإيمان يا بان السماوي انطيني عيون روحية لك كي ما أرى أعمالك وأعمل أعمالك على هذه الأرض انطيني يا رب أن تكون عيوني دائما عليك أنت وأن أعدائي كثرة وأن المخاوف اللي موجودة بالعالم بتكبر لكن يا رب أنا هاليوم أريد أكون عيوني عليك افتح يا رب عيوني روحية على المودة أشوفك فعلا بإسم المسيح يسوع صلي أمين أمين ربي باركك ولا تخاف اللي وياك أكبر بكثير من اللي وياهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة